اشتركوا في القناة او واحد نكهة ممتازة بالكريمة والفواكه كي يجي خفيف رائع سهل في التحضير دياله بمكونات كذلك جد بسيطة اتمنى ان شاء الله هذا الفيديو او لهذا الكيك هذين الاعجاب ديالكم لانه يستحق التجربة وانتمنى انكم تجربوا وترسلوا يا التطبيقات ديالكم كيف العادة اللي كتفرحني بزاف بزاف ما نطولش عليكم خليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير فرجة ممتعة بالنسبة للمكونات عندي الزوج حبات ديال البيض متوسطين كأس الا ربع ديال سكر سندة اولى السكر حبيبات عندي كأس الا ربع ديال زيت نباتية نفس القياس اولى كأس الا ربع ديال عاصر الليمون هنا كذلك عندي قشرة ديال بورتقالة قبصة ديال الملح عندي خمستاش لجرام الخميرات الحلويات اولى البيكين باودر وعندي الدقيق حسب الخليط دائما على حساب النوعية ديال الدقيق وعلى حساب الحجم ديال البيض ما كنت حكموش دائما في الكمية ديال الدقيق بالضبط هنا كنضيف السكر كنضيف عليه عفوا كنضيف البيض وضفت عليهم السكر فكنحرك المكونات مزيان حتى كيندامجو خالد ديالنا كيتخلط مزيان مزيان هكا بالضرب اليدوي ممكن تتعملوا حتى الضرب كهربائي فانا اكتفيت فقط بالضرب اليدوي هنا ايا ضفت الكمية ديال الزيت كنخلط مورا اي مكوين ضفته كنحرك مزيان او لا كنضرب هكا تضرب اليدوي حتى كيندامجو لنا هذوك المكونات مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا معي الخالد هنا ايا غادي نضيف كذلك العصير ديال البرتقال وكذلك القشرة ديال البرتقالة محكوكا على هاتشكل او لمبشورة صراحة كيعطينا واحد نسماء واحد نكهة خاصة قبيصة ديال الملح كيف ما شفتوا معي كيعطي واحد الماداقة رائع لهاد الكيك هذا صراحة كيجي لديد لديد بزيف صافي غادي نخلط المكونات كاملين كيف ما شفتوا معي مكونات اللي هما يعني بساطين ماشي شي تكلفة لي كتيرا بالنسبة للزين دائما كنتبقى على حساب الاختيار ديال كل واحد اهم شي هو الكيك وهنا كنضيف الدقيق تدريجيا شوية بشوية كيف ما قلت لكم الدقيق دائما كنخدمه على حساب النوعية ديال الدقيق وعلى حساب الحجم كذلك ديال اللويض الكمية ديال الدقيق يعني بالقرامات فماشي دائما كتصدق مع الناس كاملين لأن النوعية ديال الدقيق كتختلف من النوعية الأخرى هنا غادي نضيف الكيس ديال الخميرة ديال الحلويات اللي هو من وزن 15 جرام غادي نخلط المكونات كاملين وغادي نبقى نضيف شوية بشوية في الدقيق هاكا معي يلقى بمعي يلقى في هاد النهاية او لف هاكا مني كيقرر بالقوام يوصل لقياس اللي احنا بغينا فكن نحاولو أننا نبقى ونضيفه وغي معي يلقى بمعي يلقى وحنا كنخلطه حتى نحصلو على القوام اللي احنا محتاجينه كيف ما كتشوفوا معي هدا هو القوام اللي بغينا ما غاديش ندير كيك ليهو خفيف بزاف كذلك ممكن أنه ينزل في الفورن فهاكايا قدرت هاد الخاليط او لهاد القوام اللي هو شوية متماسك نوعا ما وهنا يا جبت المول اللي غادي ندير فيه الكيك ممكن تديروا اللي بغيتوه هنا جبت اللوز كونكاسي او لا اللوز هاكم هرمش وهنا شوية ديز بدا اللي غاندهن بها هاد المول مزيان من الجوانب من الوسط وغادي نضيف هاد اللوز ممكن تديروا كوكاو او لاللوز ايفيلي او رقائق اللوز او لالسيم سيم لي وزنجلين دائما كيبقى الاختيار ليكم ودائما خدموه بالموجود في البيت كيما نقول لكم دائما هنايا فانا ركزت على الجوانب بزاف بنسبال هادو كاللوز قدرتوه كامل في هادك المول وهنا كنضيف هاد الخاليط اولا كنفرغ هاد الخاليط ديالنا كيف ما كتشوفوه معايا القوام ديالو ماشي تقيل بزاف وماشي خفيف باش ينجحلينا الكيك هكا في الفرن ويجينا مهوي من الداخل وخفيف كنوزعوه على المول وغادي ندخلو الفران اللي بارد ما سخنتوش من قبل فران اللي هو بارد غادي ندخل ليه الكيك وغادي نشعل عليه غير من التحت على 180 درجة حتى يطلع مزيلا ممكن تشعلو شوية من الفوق باش يتحمر ليه الوجه ديالو فحالتي لما كانش تحمر فالنتيجة ديال الكيك هي هادي كيف ما كتشوفوه معايا غادي نجيب البلاء اللي غادي نقدم فيه الكيك ديالنا وغادي نقلب انا درت هاد النوع ديال المول كيف ما كتشوفو معايا شوية فحال ديالا كروستاطا أعكد يلا كروس طاعة هو ففي حال شكل المول عجيب كي يجينا على هاد الشكل هادا داك اللوز كيتحمر وكي يجي مقرمش هديك الطبقة من الفق كي تجي طرحة ممتازة وهنا عندي الكريم باتي سياغ وعندي الحليب بارد تماما الكريم اللي أولفتكم أنني أخدم به دائما وهنا عندي هاد النكه هدي دي البرتقال اللي كتعطينا اللون وكذلك المضاق سافي غادي نضيف هنا يا ضفت الحليب وغادي نضيف عليهم البودرة ديال الكريم باتي سياغ هنا أولا غادي نضيف هاد النكهة ديال البرتقال كيف ما تشوفوا معايا ضفتوا أحد شوية ممكن أنكم ضيفوا القشرة ديال البرتقال محكوكة أو لمبشور البرتقال لكم دائما الاختيار أنا ضفت هاد النكهة كتعطي اللون وكتعطي كذلك المضاق وهتخرج لنا هاداك المضاق اللي في الكيك هنا يا غادي نخلط هاد الكريمة هادا بالنسبة لها هاد الكريمة فكن نحركها غير بالضرب اليداوي كتندمج مزيان وهي سائلة وأنا كنحرك حتى كتعقاد يعني كتتقال القوام ديالها قبل ما تتقال أو لا توصل القوام تقيل فأنا غادي نحتفظ بها هاكا شوية خفيفة باش تجيني هاكا ساهلة أنني نوزعها على الوجه كيف ما كتشوفوا معي القوام ديالها يعني غا نحركها غير شوية من بعد أو لا غا نصبر عليها غير شوية هاكا وغادي تعقاد تماما فهنا يا أنا خليتها هاكا شوية خفيفة كيف ما كتشوفوا معي بسرعة كتبدا هاكا تنشف صافي وكن حاول نعمر هاداك الوجه اول هاداك الفراغ اللي عندنا فهاد الكيك هادا صافي وكن حاولو أنا غا نضغطوه بطريقة لي شفتوني كان ضغط بها بهاد الشكل هادا إذا كان الكريم شوي خفيف بهاد الشكل هادا ما تحاولو تضورو هاداك المعلققة باش كتخويو أولا المغرفة كيف ما شفتو هاد شوية هاد شوية اللي دورت أنا فالشكل بقاها كيك باين حاولوا أنكم غايت ضغطوه اتضغطو حتى توزعوا هاداك الكريمة وهنا عندي الخوخ المعلب دائما كيبقى اختياري كل واحد يخدم بالموجود في البيت كيف ما كنقول لكم دائما حاولوا انكم تخدموا بالموجود في البيت فكيبقى دائما احسن والافضل اننا خدموا باللي كان في البيت صافي زينت بوريقات دينا وهنا كيكون الشكل ديال كيك على هاد الشكل هادا كييجي صراحة ممتاز هادا كلوز اللي في الجواني بكي يعطينا وحد القرمشة هادا كلوز الليمون كيعطي واحد انكها خاصة والليمون كيتمشى مع الخوخ فكييجينا واحد الكيك معتبر صراحة لديد بزاف سمحوا لي على اللقطة تصوير هنا كيف ما كتشوفوا معي الشكل ديالهم وكذلك الماضاق صراحة هاد الكيك كييجي رائع رائع بزاف تزيين لي هو بسيط وكذلك راقي في نفس الوقت فنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هدينا لإعجاب ديالكم ويعجبكم هاد الكيك هذا وتجربوا وترسلوا لي التطبيقات ديالكم كيف ديما فصراحة يستحق التجربة رائع كييجي ممتاز وهنايا غدي نقطعوه باش تشوفوا معي الشكل ديالهم من الداخل كيف ما كتشوفوا الكيك كيفاش كييجي خفيف وهالطبقة ما بين الكريمة والكيك فكيجي في هادك اللوز اللي درنا في المول كيجي مقرمش و تيعطى واحد القرمشة رائع واحد المضاق ممتاز كيكمل هديك الكريمة والكيك فصراحة رائع رائع يستحق التجربة كانت مني ان شاء الله هاد الفيديو هدينا لإعجاب ديالكم شكرا للتعليقات لك تخليوا لي طيبة دائما إلى فيديو قادم وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة لا تنسوا شكيف ديما سوبسكرايب تفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناة استودعوكم الله إلى فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته